الدكتور أيمن يقول حفظه الله قد تستلزم الضرورة التواجد في فنادق قربية فما حكم الأكل في أن يتيم إذا كنت تأكل أكل حلالا فلا بأس بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بكسر القدور التي طبقت فيها لحم الحمر الهلية قالوا أولا نغسلها يا رسول الله قال فاغسلوها اشتركوا في القناة